وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حقب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة ماضية من ضبط 592 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 501 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حقب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 21 طن وفي مجال حقب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط قرابة 433 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تمضبط قرابة 37 طن وفي مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان حديد تسليح وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 347 قضية من بينها 126 قضية خبز ناقص الوزن و88 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التنمونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت 82 طنان